يعني شيخنا يقول يعني هسا عمر فض غليض يعني وكانت به هذ الميزة يعني ما دخلها في الخلافة يعني ما دخلها ليس الخليف لابد أن يكون شديدا ولابد أن يكون يعني حازما قد يفكر هكذا البكري إذا فكر بهذه الطريقة فهذا دليل على غبائه لأنه نعم صحيح الخليفة لابد أن يكون حازما لابد أن يكون شديدا في ذات الله عز وجل بل وخشنا في ذلك هذه صفة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وآله لما قال ارفعوا ألسنتكم عن علي بن أبي طالب فإنه خشن في ذات الله خشن في ذات الله لكن الخشون في ذات الله بمعنى الصرامة في تطبيق حد الله عز وجل مثلا وضبط الأمور في البلاد على ما يرضي الله جل وعلا تدمير آثار الكفر تدمير آثار المنكر مثلا ليس يعني ذلك أن يتحول الإنسان إلى فض غليظ هناك فرق بين الأمرين نبينا صلى الله عليه وآله كان شديدا في أمر الله عز وجل لكنه أيضا نفى عنه القرآن الحكيم أن يكون فضا غليظ القلب يعني هو لديه حلم لديه عطف خاصة بالمؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن على الكافرين ماذا؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم غليظ على الكافرين حتى الكافرون الذين هم قابلون للهداية كان النبي صلى الله عليه وآله يرفق بهم أملا في هدايتهم يعني لا يوجد ما يأبل جمع بين الصفتين وليس يعني أمر الشدة في ذات الله عز وجل أن يتحول الإنسان إلى فض غليظ فينفض الناس من حوله أبدا ليس هذا هو المراد الإشكال في عمر أنه كان فضا غليظ القلب بالاتفاق حتى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين هم معدودون عندكم يا معشر البكرية خير الأمة سادة الأمة أعظمها إيمانا وتقا وقربا من الله جل وعلا وأنتم قررتم بأنفسكم أن الفض الغليظ حسب فقهكم ومبانيكم وأرائكم وتقعداتكم وأصولكم أن الفض الغليظ ليس أهلا حتى لمنصب القضاء لأن القاضي خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله في الحكم بين الناس فكيف بالذي يكون خليفته خلافة عظمى فيحكم على الناس جميعا هذا أولى أن لا يكون فضا غليظ القلب وإذ ثبت بالاتفاق أن عمر بن الخطاب كان فضا غليظ القلب بشهادة العدول عندكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وتسليم علمائكم الكبار وإمتكم كأمثال الذهبي كان لازم هذا أن يقال إن خلافة عمر مقدوحة شرعا مخدوشة شرعا لا استقرار لها فيها إشكال هذه الخلافة فيها إشكال نحن نلزمكم بما ألزمتم به أنفسكم فردوا على هذه الجزئية لا تأتيني مثل هذا الأخ وقال أنه أنا أعدد لك إنجازات عمر وليتها كانت إنجازات حقا هو أيضا متوهم المسكين من قال أن هذه إنجازات عمر هذه من قال يعني مثلا لما ذكر أن عمر هو الذي أرجع القدس للمسلمين أو لأول مرة بسط السيطرة الإسلامية على القدس لو رجعت إلى محاضراتنا وجلساتنا السابقة غير البعيدة يعني ربما قبل شهر شهرين هكذا لوجدت جلسة كشفنا فيها حقيقة صادمة للمرة الأولى أن الذي باع القدس لليهود هو عمر بن الخطاب أتصور الجلسة كانت بعنوان صديق إسرائيل صحيح؟ كيف باع عمر بن الخطاب القدس لليهود؟ روح اسمعها هذا التاريخ هو الذي جاء بهم بعد آلاف السنين ما كان لهم موطئ قدم في القدس وسلمهم القدس وسلمهم المقدسات بالقدس وعوائلهم جاءت وكانت لهم السدانة هناك ومن ثم توارثوا وتكاثروا إلى أن صار لهم الحق التاريخي بالعهدة العمرية هذه الحق التاريخي في القدس وههم اليوم يلزمونكم بهذا وعليكم السلام ورحمة الله ويلزمونكم بهذه العهدة المزعومة يعني أنت المشكلة لا تنظر إلى المسألة بشكل صحيح هنا الإشكال تقول فتح الدنيا والخمارون الفسق الذين أنتوا أيضا تقولوا كانوا خمارين فسق من أمثال خلفاء بن يومية وخلفاء بن العباس حكامهم أيضا فتحوا الدنيا ثم ماذا يعني؟ هلاكو أيضا فتح الدنيا خير إن شاء الله هلاكو صار بكري بالأخير بالمناسبة ترى نعم هلاكو صار بكري أخيرا مفروض يصير أمير المؤمنين عندهم ثم ماذا؟ إنها شهوة السلطان والتوسع كل حاكم بطبيعه يريد أن يتوسع هذا محمد بن زايد ما مكفيت الإمارات يريد يتوسع ما أخذ له من اليمن شطرا من اليمن ما أخذ رايح جزيرة سوقترة ما أخذها باسطة سيطرة عليها رايح الصومال رايح جيبوتي ما شانا سوي له قواعد هناك مثلا يعني هرفته؟ يريد يتوسع يعني يريد يصير حضرة جنابة قائد الشرق الأوسط هرفت إشلون؟ طبيعة الناس هكذا يعني هل أنتو إلى متى فكركم حكومي بائس أنه أي أحد بس امتد شبرا صار القائد المغوار والخليفة العظيم وما أدري والحاكم الذي لا يشق له غبار ولازم الكل تصفق له وتهوس له بالروح بالدم نفديك يا مدري منه إلى متى هذا التفكير البائس؟ الكلام في الميزان الديني انتبه انت مو تقول أنا مسلم؟ الإسلام يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم مو أكثركم حربا وغزوا وفتحا وما أدري ما سوى الحركات والعنطزات هذه أتقاكم شرط التقوى ولو فتح الدنيا كلها شرط التقوى إذا مفقود لا قيمة له من الناحية الدينية أين تقوى هؤلاء؟ هل تجتمع صفة الفض الغليظ مع صفة المتقي؟ تتعندك عقل أم ما عندك؟ المتقي الذي حقا لديه تقوى هو شون يعني متقي؟ يعني يتقي الله عز وجل يتقي غضب الله صحيح؟ الله يغضب على الفض الغليظ يصبح لعينا ملعنا كما مر معنا صحيح؟ تخلع منه ربقة الإيمان يخرج من الإيمان ينسلخ شيئا فشيئا هذا استدراج شيطاني فإذا كان عمر متقيا حقا لما وجدته فضا غليظا استحيل أما وإنه ثبت أنه كان فضا غليظا بشهادة الخاص والعام فإذا عمر لا تقوى له فاسق ليس بمتقين وحينة إذن لا يكون أهلا للخلافة رضية واضحة يعني شوف المسألة مثل معادلات رياضية واحد زاد واحد يساوي اثنين المشكلة في البكري تقول له واحد زاد واحد يساوي كم؟ يقول وما أدراك أنت؟ أنت ش مدريك؟ هذا كلام بالله عليك؟ أنا ما شهدت ما شفت أنه واحد زاد واحد يساوي اثنين ما سويت تجربة بنفسي بنفسي جب تفاحة مع تفاحة حسبت أن طلعوا تفاحتين أنا ما سويت هذا الشيء علمه عند ربي تلك أمة قد خلت خلص أنزين؟ والله لو كان عمر موجودا لما تكلمتم بهذا الكلام يا أخي أنت جاوب على المعادلة الرياضية بس معادلة تقول هكذا تقول السؤال الأول هل عمر فض غليظ أم لا؟ إن قلت نعم ننتقل إلى السؤال الثاني والذي يقول هل تنزه المرء من الفضاضة والغلضة شرط في أهليته للخلافة كما هو شرط في أهليته لمنصب القضاء أم لا؟ فإن قلت نعم نقول إذن يلزمك من هذا بما أنه عمر ثبت أنه فض غليظ وهذا هو الشرط إذن عمر النتيجة تكون عمر ليس أهلا للخلافة معادلة الرياضية بسيطة ما أسهلها ليش اللف والدوران؟ ليش ادخلنا بأشياء أخرى؟ فإذا نقطت من البداية إذا قلت لا سألناك السؤال الأول هل عمر فض غليظ؟ فقلت لا فنقول إذن كذب الصحابة عليه فتصير معادلة الرياضية ثانية مركبة من جهة أخرى إذا قلت نعم كذبوا عليه نقول إذن ليسوا بعدول صحيح إذن صرت رافضيا مبروك الحمد لله الذي هداك لازم تشيعك لازم تشيعك فإن قلت لا هم عدول وما يشهدون به حق وهم أعلموا بعمر مني كما قال الأخ نفس الذي اتصل هو شف التناقض الذي لديه من جهة يقول صحابة أعلم بعمر مني ومن جهة يقول لا لم يكن فضا غليظا وهذا تناقض لا يمكن أنت إذا اعتبرتهم أعلم فقد شاهدوا وهم أعلم بأن عمر فضا غليظ فكيف ترد شهادتهم كيف يصح ذلك فخلص يعني بطلوا اللف والدوران وهذه الترهات وهذه الأغلاط وامشوا معنا بحسب المنطق كالمعادلات الرياضية كما قلنا سؤال وجواب خلص